السلام عليكم يا رب تكونوا بخير الفيديو ده هيكون الفيديو التالت من فيديوهات الإجابات على أسئلتكو واللي بنجاوب فيه على شوية أسئلة من اللي بتجيلنا في الكومنت فخلينا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ طبعا بفكرك في أول الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الجديد أول بأول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا أي أسئلة أو اقترحات أو تعليقات ياريت يسيبوهن في الكومنت ودلوقتي يلا بينا نبدأ على طول أول سؤال جاي من الأسئلة اللي بتكرر على طول إزاي نعمل رندر لأنيميشن وإزاي نعمل رندر لصورة عادية فخلينا نشوف الأول إزاي نعمل رندر لصورة عادية أول حاجة محتاجة تتأكد منها لما تيجي تعمل رندر لتساين ده خلاص الحاجة اللي احنا عاوزين إن احنا نعمل لها رندر لو جيت دوست زيرو من النوم باد هيجيلك الفيديو الأخير بتاع الكاميرا وهو ده اللي انت لو عملت رندر هيطلع لك بالزبط هتكون الصورة اللي هنا وانت طبعا على الرندر بريفيو بالشكل ده طيب إيه السيتنجز اللي أنا طلع بيها الرندر أول حاجة هتنبدأ من فوق هتيجي هتيجي من أول رندر هنا هتشوف انت عاوز تعمل الرندر انجين إي بي ولا سايكلز خلينا نفترض إن أنا عاملها سايكلز فهروح غيرها سايكلز بالشكل ده لو انت عندك كارت شاشة قوي حابب إنه هو يرندر علشان يكون أسرع وعلشان تخفف على السي بيو أو على البروستسر بتاع الجهاز فهتروح تغير الديفايس دي هتخليها جي بيو كومبيوت لو مش عندك هتسيبها سي بيو عادي وحتى لو هي جريد عاوت لو انت مش عندك اللي اختيار ده ظاهر بالشكل ده فانت هتسيبها على اللي هي عليه سواء هي جي بيو كومبيوت أو سي بيو هتسيبها زي ما هي بعد كده هنيجي عندك الفيو بورت دي السيتنجز اللي تخص الفيو بورت اللي هو الشاشة اللي قدامك دلوقتي اللي انت شايفها دي ما لهاش علاقة بالرندر اللي علاقة بالرندر هو الجزء اللي تحت ده اللي تحت رندر فانت هتيجي من هنا الماك سامبلز دي أكتر حاجة الناس بتسألني فيها انه ليه الرندر وياخد وقت كبير جدا معايا علشان ان انت الماك سامبلز دي عندك 4096 يعني هو بالبلد دي كده تقدر تقول انه هو هيخرج لك 4096 جزء في الفريم الواحد فانت كده حرفيا انت بتهلكه جدا وانت مش محتاج ده تماما فانت بتقلل الماك سامبلز للدرجة اللي انت تشوفها كويسة انا عن نفسي بعملها حاجة في رينج 300 مثلا ودي بتكون كويسة هيبقى عندك هنا دي نويز مفتوح خليه مفتوح زي ما هو لان ده بيقلل النايز اللي عندك في الآخر وده كمان كان من الاسئلة اللي جت لنا اني ليه بلاقي نويز في الآخر اتأكد ان انت عندك دي نويز مفتوحة في الرندر مش في الفيو بورت تمام؟ بعد كده هننزل على اخر حاجة خالص عندك الكالور مانجمينت دي بتفرق في جودة الالوان لو انت حابب ان الالوان تكون نطقة كده مثلا فانت بتيجي هنا من اللوك وبتبدأ تغيرها انت عاوز اي حاجة انت بتختارها من الكلام ده تقدر ان انت تختارهم واحدة واحدة وتشوف تأثير كل واحدة وتشوف ايه اكتر حاجة تعجبك انا عن نفسي بعملها وده بيديني اللوك ده اللي انا بفضله في الرندر بتاعي بعد ما هتخلص الكلام ده كله هتيجي على اللي بعدها اللي هي الاوتبوت ده الريزولوشن بتاع الصورة اللي انت عاوزها لو انت شايف ان الاتش دي اللي هو الف تسهمية وعشرين فالف تمانين ريزولوشن قليل بالنسبالك فانت هتبدأ تعليه لو عايز ان هو يطلع مثلا فور كي علشان تضمن ان الجودة هكون كويسة فانت بتعمله تلاتة تمانية اربعة صفر او تلاتة تلاف تمامية واربعين في اتنين واحد ستة زيرو او الفين مية وستين وبتدوس انتر وبكده هيفضل نفس الحجمة بتاع الاتش دي بس هتبقى جودة الريزولوشن فور كي فتقريبا شبه مستحيل انه هو يطلع معاك ما باكسل او نويزي او من اغش او كلم ده كله بعد كده هتيجي من الاوتبوت وهتدوس هنا وهتختار المكان من الكمبيوتر بتاعك اللي انت حابب ان انت تسيف في الشغل بتاعك بعد كده هنعمل كانسل ودي هتختارها ازا كانت او جي بي اي جي انا بسيبها وبس كده ده كل اللي انت محتاجه بعد كده بتروح من هنا بتعمل رندر وبس سكرول داون كده ماوس سكرول بالعجلة بتاعت الماوس لبرا علشان تشوف اللي عندك وبتبدأ تستنى عندك هنا دي التلتمية دول اللي احنا عملناهم علشان كده لما بتيجي تعمل بياخد منك وقت كبير جدا لو انت سبتها اربعة تلاف ستة وتسعين زي ما هي بتاخد وقت كبير جدا لكن كده هتلاقيها ما خدتش معيك وقت قوي وبيخلص الرندر عندك بالشكل ده وبعد كده كل اللي انت بتحتاج تعمله ان انت بتروح لامج وبتعمل سيف از وبتسايف عندك على الجهاز وبس كده ده كده بيكون الطريقة اللي انت تعمل بيها رندر دي صورة عادية طيب لو جينا نعمل رندر لانيميشن هنعمله ازاي مبدئيا في تفصيلة بسيطة قوي لازم تاخد بالك منها ان انت الصورة بترندرها على حسب انت حاطت المسطرة دي فين بالزبط على التعامل احنا عشان كنا حطينها رقم واحد فتعمل لأول فريم بس انت لو حطتها هنا مسلا هيتعامل للفريم ده طيب ده بيفرق في ايه ده بيفرق لو انت عندك فانت عندك مسلا ان في الفريم ده الشكل بتاعك متغير عن كده هيطلع لك الشكل اللي هنا بالزبط في الفريم رقم مية وسبعين فمش محتاج تشغل بالك بالكلام ده لو انت مش بتعمل هيطلع لك عادي مزبوط بس لو بتعمل لازم تاخد بالك انت واقف على انهي فريم بالضبط وانت بتعمل رندر طيب لو احنا بقى بنعمل رندر لانيميشن وده تاني سؤال هنعمله ازاي هنا هتتأكد انت محتاج تعمل الانيميشن بتاعك من اول فريم رقم كام لغاية فريم رقم كام في الطبيعي الديفولت ان هو بيبدأ من واحد وبينتهي عند ميتين وخمسين لو انت عاوز كده فانت بتتأكدني دي من واحد لميتين وخمسين طيب خليني نفترض ان انا بتاعي واخد ميت فريم بس فانا هيجي من هنا من الاند وهغير دي لمية وهدوس انتر كده بص الحتة دي بس اللي بقيت رماضي فاتح وده معنا ان الحتة دي بس اللي معايا لو انت حابب تغير الفريمات ان هو يبدأ من اول فريم رقم سفرة هتعملو رقم سفر لو انت حابب ان انت ترندر بس الانيميشن من اول فريم رقم خمسين مثلا لفريم رقم مية هتيجي من هنا هتعمل في خمسين هيبقى عندك كده من خمسين لمية هي دي بس المسافة اللي هتترندر طيب خلاص احنا دلوقتي زبطنا الفريمز بتاعتنا انا عاوز من خمسين لمية برضو هخرج الانيميشن ازاي هنيجي من هنا نفس الكلام اللي احنا عملناه اول حاجة في الرندر هتزبط بتاعتك عادي جدا بس انا لما باجي اعمل رندر بقلل بخليها متين لان ده طبعا هيفرق معانا في المدة بتاعت الانيميشن لان انت في الصورة العادية بتعمل رندر لفريم واحد لكن في الانيميشن انت بتعمل رندر لكل الفريمز دي او لو انت عامل اكتر من كده مثلا لو انت عامل من فريم رقم صفر مثلا لميتين وخمسين او لمية وخمسين فهيعمل لك متين وخمسين فريم كل فريم فيهم هيرندر لك متين سامبل فانت محتاج تاخد بالك من ده فانا بقللها بخليها حاجة زي متين نفس الكلام اللي احنا قلناه تحت بتزبط بتاعك زي ما انت عاوز وبعد كده بتنزل تحتها على بتبدأ تزبط دي برضو برضو انت مش هتحتاج الريزولوشن ده كله لو انت بتعمل في اغلب الاحيان بس لو انت محتاج ريزولوشن عالي خالص بتخليها بالشكل ده لو انت محتاج تقلل الريزولوشن انا عن نفسي بخليها الف تسعمية وعشرين في الف تمانين اللي هي اتش دي عادي حاجة زي كده وبعدوس انتر وبعدين هتيجي هنا من الاوتبوت نفس الكلام هتختار من هنا هتدوس من هنا وتختار المكان عندك على الكمبيوتر اللي انت عاوز تتنزل في الفيديو الاخير بتاعك بتاع الانيميشن وبعدين بتيجي من الفايل فورمات دي وبتغيرها بدل ما هي بي ان جي بتخليها اف اف ام باج فيديو بعد ما بتختار الاختيار ده بتيجي هنا على انكودينج وبتفتح القائمة دي بتلاقي عندك هنا الكنتينر ده انا عن نفسي بخليه كويك تايم والفيديو كودك بخليها زي ما هي كده والاوتبوت كواليتي بخليها لاصلس وده كل اللي انا بعمله في الجزء ده بعد كده بتروح تعمل رندر انيميشن عادي جدا وبعدين هو بيبدأ بنفس الطريقة يعمل لك انيميشن لفريم فريم زي ما انت شايف من هنا كده بيكتب لك فريم واحد فريم اتنين فريم تلاتة الكلام كله واخر حاجة هنا بيكتب لك اللي هو زي ما اتفقنا انه هو ماتين سامبل اللي احنا زبطناها لكل فريم بعد ما بيخلص خالص بيتسايف اوتوماتيكي ده مش بيحتاج ان انت تعمله بيتسايف اوتوماتيكي فيه المكان اللي انت اخترته من البرنامج في الفودر اللي انت اخترته الحاجة اللي انت محتاج تعرفها ان الفيديو لما بيخرج ما بيخرجش mp4 فممكن ما يشتغلش معاك على برامج كتير جدا وكو ما تعرفش تبعاته لحد الكلام ده كله فحل الموضوع ده بسيط جدا ان انت ممكن تفتح جوجل تكتب كونفيرت فيديو تو mp4 اونلاين ممكن تختار اي برنامج يغيره لك اونلاين او ممكن تغيره على vlc برنامج vlc او لو ومش عاوز ده كله ادوبي عاملة السيرفز دي اونلاين فور فري ان انت بتعمل كونفيرت للفيديو بتاعك تو mp4 وبيخرج بنفس الكواليتي بتاعته افتح جوجل واكتب كونفيرت تو mp4 وجنبها كلمة ادوبي وهو هيطلع لك ادوبي اكسبرس ومن هناك هتعرف تعمل كونفيرت للفيديو بتاعك ان هو يكون mp4 وبس كده على السؤال ده السؤال التالت اللي معانا وهو كان بخصوص الفيديو بتاع الاخير اللي على القناة ازاي عملنا له الانيميشن بتاعه فخلينا نعمل بس لكيوب ده جيزة كده علشان اوضح لك الفكرة ويخلينا نعمل s y وصغره شوية حاجة زي كده طيب لو انا عاوزة انه الكيوب اللي قدامي ده بالشكل ده يلف حواليه نفسه كتير كل اللي انا محتاجة اعمله بمنتهى البساطة ان انا هاجي هدوث n من الكيبورد وهاجي هنا من view وهاجي من item وهشوف location بتاعه والrotation بتاعه بالشكل ده هاجي على فريم رقم واحد او على فريم رقم صفر واول حاجة هعملها ان انا هاجي من الrotation لان انا بس عاوزة ان هو يلف حواليه نفسه في هاجي من الrotation من عند الزاد وهدوث i من الكيبورد وكده انا حطيت هنا في ال time line keyframe بالشكل ده وبعدين على حسب مدة الانيميشن وسرعة اللف اللي انت حاوزها فخلينا نفترض ان انا هاجي في فريم رقم مية مسلا وعاوزة ان هو يلف حواليه نفسه فانا اللي انا عملته ان انا جيت على لان انا اعوزة يلف حواليه نفسه على فجيت على وعملت 360 في اللي هي علامة اللي عندك على او على رقم تمانية لو من الكيبورد العادي 360 في عدد اللفات اللي انت عاوزها اللي انت عاوز الشيب بتاعك يلفها فمسلا لو انا عايزة يلف عشر مرات فهامل 360 في عشرة وهدوس هو هيحسبها الواحده بالشكل ده لازم تتأكد بعد ما الرقم يطلع لك ان انت تدوس اي من الكيبورد تاني علشان تعمل كيفريم كمان هنا وبالشكل ده هيلف عندك حاجة زي كده لو احنا رجعنا من الاول وعملت هتلاقيه لف عندك بالطريقة دي زي ما انا كنت عاملة الانيماشن بتاع الكوين اللي كان عندي لو انت عاوز ويلف اسرع من كده هتزود عدد اللفات بدل ما هي في عشرة هتخليها مثلا في خمستاشر في عشرين زي ما انت عاوز لو انت عاوز ان هو يلف ابطأ من كده ممكن تقلل اكتر من كده ممكن تخليها تلتمية وستين في تلاتة في اربعة في خمسة زي ما انت حابب والاوشن التاني ان انت لو عاوز ان هو يلف ابطأ من كده ومش همك بتاع الانيماشن بتاعك فانت ممكن تمسك الكيفريم دي تتأكد ان انت تدوس عليها كده دوسة بحيث ان هي بس اللي تكون من وراء اصفر والتانية تبقى رومادي زي ما هي وهتسحبها ابعد بالشكل ده على التايم لاين وبعدين هتعمل بلاي فهو هيبدأ يلف العشر لفات اللي احنا عملناهم على مدة اطول فهيكون الانيماشن ابطأ ونفس الكلام لو انت عاوز ان هو يكون اسرع فانت هتمسك الكيفريم دي وهتشدها جنب الكيفريم الاولى بالشكل ده ودلوقتي لو احنا عملنا بلاي فهو هيلف العشر لفات في تلاتين كيفريم بس وده هيخليه يلف اسرع طبعا فكفية كده على الفيديو بتاع النهاردة علشان ما نطولش فيه اكتر من كده فيارب يكون الفيديو عجبك ويارب يكون كان فيه معلومات مفيدة ليك لو عجبك الفيديو او استفدت منه طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولوليكو اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوهن في الكومنت واشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي